جمال هيكمل معك حالاتك وفيما يخص Tank اللعب أو بنى الهجمات، في منطقة المصر دايماً السور. يعني إحنا احنا kaloوس كيروش مندينا منظومة دفاعية محترمة جدا لمنتقة مصر. يوجدون هنا فيش خلافة، انها كانت منظومة دفاعية مع اوالurdayا parchment. وكانت دايماً مشكلة في التحولات اللجومية. كان عندناها مشكلة دي образومة الشهيرة. كانت مشكلة دي مع البدري، كانت مشكلة مع كوبر، كانت مشكلة مع أج Hanım. كانت تحولات اللجومية وكانت الجملة الشهيرة، احنا بنادي كرة عالية وخلاص لصلاح و هو و نصيبه. نتعامل ازاي في البنانهار؟ نعم، ما هي دي جاية من الفورميشن المستخدم. احنا كلنا متفقين في نقطة ما فيش حد مننا بيختلف عليها. انه احنا عندنا مشكلة في اللعيب رقم 8 المتطور اللي يقدر يديني الجزئين. هو لعيب مركز 8 يعني في أي فورميشن. هو لعيب اسم بوكس تو بوكس. يعني عنده شقين بيشتغل عليهم. بيشتغل من ال 18 لل 18. يعني عنده نص دفاعي و نص هجومي. فإحنا عندنا دايماً اللعيد يبي يعمل الجزء الدفاعي. يبي يعمل الجزء الهجومي. بس و دي كانت مشكلة محمد مجدي أفشا مع كارلوس كيروش. بيعمل جزء الهجومي بس. مش قادر يعمل الدفاعي. طب حمدي فتحي. طب محمد النني. طب مهند لشين. كلهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا الجزء الدفاعي بس. فهي دين أزمة. ما عندكش لعيب رقم 8 المتكامل. اللي يقدر يديك الجزئيتين اللي مفروض يطلبوا منه. إذن انت عندك أزمة في الأربعة تلاتة تلاتة من الأساس. ما عندكش أدوات استخدامها. كارلوس كيروش عمل ايه؟ طلع منها أفضل حاجة. اللي هي ايه؟ عمل منظومة دفاعية جيدة جدا. قدر انه يعمل مجموعات دفاعية للعب. سواء على الأطراف أو في عمق الملعب. خلاك فريق قوي جدا دفاعي. لكن استضم بالحقيقة. اللي هي مقدرش يطورها. ومشي يجيب العيب لسه النهاردة. يعلمه ازاي يشتغل هجوميا. ويثقله وعنده 27-28 سنة. إذن. خليني أقولك على. يعني حاجة كده ايه؟ من الكواديس يعني. فيه ثلاثة العيبة. بيراهن عليهم كابتن إهاب جلال خلال الفترة الجاء. مش المعسكر ده. هم موجودين في المعسكر. لكن هو بيراهن على استخدامهم بشكل أكبر من اللي كانوا بيستخدامه في الفترة اللي فاتت. عمر جابر. واحد من اللعيبة اللي ما كانش موجودة في الصورة مع الكروش. إلا بعد إصابة أكرم. وبعدها عمر كمال عبدالواحد. وبعدها مام عشور. وبعدها يخش بعد كده في الصورة. من اللعيبة اللي هيعتمد عليها بشكل أساسي. محمد مجدي أفشا. وأنا شخصيا نتكلم معاه كلام كتير جدا. نقدر نقوله منه إنه هو واحد من العناصر اللي بيراهن عليها. وده يوديك للنقطة اللي كان بيقولها. هو بقى إنه إحنا هنروح كده كده. لأربعة اتنين ثلاثة واحد. هنروح لها هنروح لها. ليه؟ لأنه كارلوس كيروش مدرب متمرس وخبير. وحاول يعمل معرفش. الجزء الهجوم. مقدرش. ومحدش هيقدر يعملها طول ما عندكش الأدوات. مش تعمل حاجة بدون أدوات. إذن اللعيبة الثالثة هو إبراهيم عادل. ثلاثة لعيبة دول. ثلاثة رهانات عند كابتن أهاب جلال. أومال جيبر. أفشا وإبراهيم عادل. وإبراهيم عادل. الثلاثة دول. يعني ربنا يبعد الإصابات عن اللعبة كلها. الثلاثة دول مش يخرجوا من معسكرات منتخب مصر. الفترة اللي جاية. الرجل هو بيقول أنا محتاج وقت أو بعض الوقت الزيادة من الأندية. حتى لو في الانترفيل أو في الفترة ما بين الموسمين. إنه هو يعمل معسكر لللعيبة. خاصة أن العناصر هو بيرهن عليها. في عناصر موجودة وحاجزة مكان. أنا أتكلم عن عناصر اللي هتقدر تغير له الشكل. خاصة أن الثنائي إبراهيم عادل ومحمد مجدي أفشا. وده اللي شفناه بآخر 20 دقيقة. ابتريت تمسك كورة. ابتريت تقدر ان انت تعمل جابها ناحية الشمال. ابترى إيمن أشرف اللي ما ظهرش لمدة 70 دقيقة. ابترى يا تحرر روح عمل كراس و 2 و 3 في 5 دقيقة. ابتريت تشغل الجابها الشمال اللي مكانش موجودة برجمة عادل ومحمد مجدي أفشا. ده اللي بيرهن عليه إهاب جلال خلال الفترة اللي جاي. مين يقدر يعمله الربط؟ مين يقدر يشغله المجموعة دي؟ وتاني. أنا قلت إحنا رايحين لله 4 2 3 1. ما قدش هنلعب 4 2 3 1. هو هيحاول إنه يختار طريقة ما مع إنه هيدي جزء. مش كل. ودي الجزئية اللي عانى منها محمد مجدي أفشا مع كارلوس كيروش. إن كارلوس كيروش هم درب صارم جداً. عايز الراجل ينزل لعمل كل حاجة. هو مقدرش إنه يعمل ده. فهيديله جزء. يعني مثلاً من ضمن الطرق الدفاعية إنك بتعمل أوفلايمنج. إزاي تقفل زوايا التمرير مع اللعيب اللي جنبك سواء على الخط أو في وسط الملعب. دي يقدر محمد مجدي أفشا عامله. لكن مش يقدر يبع عنده كواليتي. عظم.